احبائي نحن نصبح ابرار ببر المسيح مش ببرنا الزاتي في بر المسيح هذا الشخص رغم انه كان مؤدب ركض وجثة وكان يعني كل المواصفات الطموحة اللي في هذا الشاب فكر هذا الشاب في الطاعة الخارجية للنموس اي صلاح اعمل يعني الظاهر كان عنده اله اخر لا يقدر احد ان يخدم سيدين والمسيح قسم العالم او الديانة الى ديانتين ديانة الله من خلال يسوع المسيح والديانة الاخرى هي المال المال لانه بتيجي تحت الديانات المزيفة والبدع والهرتقات وكل ما عدا بتيجي تحت هذه الخانة واذا بتدرش بشكل واضح اي نمو لديانات او امتداد كله بيتمحور حول المال حول السلطة حول القمع حول الشهرة حول التسلط وهذا المبدأ القديم الحديث احبائي لا يقدر احد ان يخدم سيدين في لوقا اصحاح 18 قال له يسوع ان اردت ان تدخل الحياة فاحفظ الوصايا لانه الرب يسوع درب على الوطر استحالي حفظ وتطبيق الوصايا كاملة فعندما قال حفظتها منذ حداثتي كأنه يعلن عن بره الذاتي وبالواقع ان هذا النوع من البر لا يدخلك الى ملكوت السموات